أولا أنت أشرت إلى أمر مهم جدا دائما مسألة الإصرار والإشقاق على الإنسان في تعلم حتى أمر من الأمور ولو كان نافعا أو مفيدا يورد شيء من النفرة وشيء من الملل ونحن نلاحم هذا حتى على مستوى الدراسة الأكاديمية فتجدين الطلاب لأنهم ملزمين بالاختبارات وبمذاكرة بعض المواد أنهم إذا فرغوا من الاختبارات أعرضوا عن هذه المواد وربما رموها فلم يراجعوها وأنا أتكلم عن ظاهرة بشكل عام ولو كان لكل يعني ظاهرة استثناء ولا أزل أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى والذي أشار الله تعالى إليه ترى الرسول عليه الصلاة والسلام تفطا إلى هذا المعنى حتى وهو يعلم الناس تقرأين في آخر سورة إيش في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه تأمل الكلمات الآن كيف أنه معلم رقيق يصعب عليه أن يشق عليك في أمر لك فيه مصلحة وخير ومع هذا والله يشق عليه ويتمنى أن لو كان هذا الأمر خفيف على قلبك حبيب إلى نفسك سهل في عملك وتطبيقك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبالتالي كيف نستطيع أن نمارس هذا عمليا أولا الذين يتلقون المعارف والمعلومات والسلوك في الأسرة في الجملة نوعين النوع الأول أطفال صغار وربما يكونون دون سن التمييز أو فوق سن التمييز بقليل وهؤلاء إنما يتلقون ويتأثرون ويفهمون القيم من خلال القدوة والسلوك وليس التنظير والخطب والمحاضرات أنا أقول أن الشخص أو هذا الطفل إذا أصبح يعي الكلام وأصبح عنده قدر من التفاهم لا شك أننا سنعطي شيء من المعلومات أيضا ولكن البعد السلوكي هو العمق الاستراتيجي في تغييره وهو العمق الحقيقي المؤثر في تبنين هذه القيم حينما نمارس هذه القيم بصدق وبخشوع وبإقبال ثم ربما نجيب عن بعض الأسئلة حول هذا الأمر ولذلك بعض الأطفال بل الأطفال أصلا جبلوا على الفضول فممارستي لبعض السنن أنا عطست فقلت الحمد لله يا بابا إنت إيش تقول أنا أقول الحمد لله حبيبي لأن الرسول علمنا أني إذا عطست أقول الحمد لله وإنت إيش تقول لي حيقول ما أعرف فتقول له تقول لي يرحمك الله هو يستطيع أن يتكلم جيدا هو مميز أو دون ذلك أو فوق ذلك بقليل فيبدأ يتلقى هذه القيم من خلال الممارسة قراءة للقرآن خشوعي وتخشوعي يعني تقصد لهذا الخشوع بين يدي أطفالي وأولادي يزرع فيهم قيمة جميلة سبحان الله في مسألة تعظيم هذا الكتاب وتأثيره تجدين أختي سلافة بعض الأطفال ربوا وهم أطفال صغار ربما والله العظيم يعني سنة وسنتين ما يلعب مع الأب وهو بيصلي شيء عجيب ولا يحاول أن يجري بينه حوار حتى لو بالصوت بدون كلمات حتى لو بالصوت بدون كلمات حريص أن لا يجري أي حوار ولو بريء طفولي بدون كلمات وهو يرى والده يصلي لأنه عرف أن الوالد إذا دخل في هذه الصلاة يصبح في حالة قطاع وجمعية على الله عز وجل فليس في وجهه تعبيرات تعود هو التفاعل هو لا يراه محاولة الحمل هو لا يستشرفها ولا يعني يدركها جيدا هو ربما يتعلق في ظهر والده وربما يحاول والوالد له أن يحمله والرسول حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي بس أنا أتكلم عن الفكرة والمبدأ وتفاعل الأطفال مع هذا السلوك بما يدل يقينا وقطعا تأثر الصغار بالسلوك أكثر من الكلام والدردشة والفلسفة والمحاضرات فإذا بدأ الطفل ينمو قليلا وينضج ثم وصل إلى سن التمييز وما فوق ذلك بدأنا نجمع بين القدوة وبين تلقي المعلومات بلغة خطابية سهلة يسهل استيعابة وفهمها والحمد لله هذا معروف عند العقلاء أنا لما أكلم طفل صغير زي ما أكلم ناس كبار لا أنا لما أكلم ناس كبار غير ما أكلم طفل صغير وهؤلاء الكبار إن كانوا مختصون في الشريعة فأنا ستكلم بلغة متخصص مثلا أو كانوا مثلا متخصصين في باب من أبواب العلم سأكلمهم بنفس هذا المنطق المتخصص وإن كانوا دون ذلك أيضا لهم لغة وفي مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم حدثوا الناس بما يعقلون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر